موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نشرة اخبار سادسة من قناة المرابطون وتتابعون فيها خبراء امميون يبحثون تشريعات موريتانيا في مجال محاربة الفساد ومدى انسجامها مع استراتيجية الامم المتحدة موسيقى ملتقى طلابي يبحث في نواكشوت تعزيز ثقافة الحوار والسلم الاجتماعي بمشاركة مئة الطلاب بالتعليم العالي المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية القابونية جامبينغ يعلن رفضه المشاركة في حوار عالي بونغو موسيقى اهلا بكم الى تفاصيل النشرة يبحث خبراء من الامم المتحدة مع نظرائهم الموريتانيين خلال ثلاثة ايام مستوى تنفيذ موريتانيا لاستراتيجية الامم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد ويناقش الخبراء التشريعات التي وضعتها موريتانيا لمحاربة الفساد ومدى تنفيذها على ارض الواقع وينتظر ان يخرج المشاركون في الملتقى التقويمي بخلاصة توضح مدى انسجام موريتانيا مع الاستراتيجية الاممية لمحاربة الفساد هنا في اطار استعراض تنفيذ الجمهورية الاسلامية الموريتانية لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في فصلي الاتفاقية الثالث والرابع في دورة الاستعراض الاولى من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد عمليا نحن هنا هي زيارة قطرية من خلالها يتم مناقشة الخبراء الموريتانيين في ما يتعلق بتشريعات موريتانيا الوطنية لمكافحة الفساد والتطبيق الفعلي والعملي لهذه التشريعات على ارض الواقع هذه الزيارة القطرية هذا الاستعراض يقوم به جمهورية افريقيا المسطة وجمهورية جزر مارشان وتيسره الامانة امانة مكتب الامم المتحدة المعنى بالمفادرات والجريمة انطلقت في العاصمة نواكشوت عمال اول ملتقى طلابي لتعزيز ثقافة الحوار والسلم الاجتماعي منظم بالتعاون بين جامعة نواكشوت العصرية والجامعة اللبنانية الدولية وقال وزير التعليم العلي والبحث العلمي سيدي والسالم ان الطلاب يحتلون مكانة هامة في برنامج الحكومة وان الشباب يواجهون تحديات تتطلب تعزيز ونشر الاخلاق ونشر ثقافة السلم والحوار والمواطنة المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي جامعة نواكشوت العصرية بالتعاون مع الجامعة اللبنانية الدولية والمركز الوطني للخدمات الجامعية نظم بنواكشوت النسخة الأولى من الملتقى الطلابي لتعزيز ثقافة الحوار والسلم الاجتماعي وسط حضور أساتذة الجامعيين وأكاديميين وعدد من الطلاب والباحثين والدارسين فمستقبل الأمم يتحدد انطلاق من المستوى العلمي والثقافي لدى ابنائها لأجل ذلك استطاعت الشعوب المتقدمة بفضل منظومتها التعليمية امتلاك المهارات والمعارف العصرية وزرع قيم تضحية والعدالة والحس الوطني لدى أجيالها الصاعدة إن مستقبل الأمم يتحدد بالمستوى العلمي والثقافي لابنائها فالشعوب المتقدمة التي استطاعت بفضل منظومتها التعليمية امتلاك المهارات والمعارف العصرية وزرع قيم تضحية والعدالة والحس الوطني لدى أجيالها الصاعدة ومن هنا يتجلى الدور الريادي الذي يجب أن تلعبه المؤسسات التعليمية في مجال التكوين للعنصر البشري بوصفه أفضل عامل ضمان النمو الثقافي والاجتماعي والاقتصادي معالي الوزير أيها الحضور الكريم مساهمة منها في تحي أفاق جديدنا رفع مجهودة التكوين الطالب الجامعي وتشجيعا له على المشاركة الفعالية في تكوينه ها نحن اليوم من أول منتقى طلابي تعزيز ثقافة الحوار والسلم اجتماعي وزير التعليم العالي والبحث العلمي قال إن هذا الملتقى الطلابية سيساهم في تعزيز ثقافة السلم والحوار التي يحرص الغطاء على تجسيدها والاعتماد في تنمية الاقتصادية والاجتماعية في بناء الإنسان القادر على رفع تحديات التي تواجهه في مختلف مناحي الحياة إن مبادرة التنظيم الملتقى الطلابي الأول لتعزيز ثقافة الحوار والسلم الاجتماعي من طرف قطاعنا ليجسد بكل وضوح حرصنا في هذه المرحلة الفارقة من التطور مجتمعنا على الاعتماد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على بناء الإنسان القادر بوعيه الشمولي على رفع التحديات التي تواجهه على مختلف الأصيدة وفي كل مناحي الحياة وإننا كذلك من خلال هذا الملتقى نساهم في إبراز جانب من الدور الرايد الذي يحتله الشباب عموما وطلابنا على وجه الخصوص الملتقى الطلابي يتضمن محاولة من بينها تنظيم نقاشات طلابية ترمي لخلق فضاء لتبادل الفكري للرفع من مستوى الأداء الثقافي والاجتماعي لدى الطلاب من أجل خلق أجيال قادرة على دفع بعجلة تنمية أعلن الناطق الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطنية الليبية عن تعرض موكب رئيس الحكومة الليبية فيز السراج لإطلاق نار في طرابلس وأشار المتحدث باسم الحكومة إلى عدم سقوط ضحايا في الحادث الذي وقع بالقرب من منطقة أبو سليم بالعاصمة طرابلس نتابعوا المزيد من التفاصيل ضمن هذا التقرير تعرض الإثنين موكب رئيس الحكومة الوفاق الوطنية الليبية فيز السراج لإطلاق نار في طرابلس وأشار المتحدث باسم الحكومة الذي أعلن عن الاعتداء إلى عدم سقوط ضحايا في الحادث وقال أشرف الثلثي الناطق الرسمي باسم حكومة الوفاق إن موكب رئيس حكومة الوفاق الوطني فايس السراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي تعرض لإطلاق نار أثناء مروره قرب منطقة أبو سليم في طرابلس وكانت كل السيارات الموكب مصفحة ولم يصب أحد بأذى من جهته قال محمد سالم من المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى للدولة إن موكب السويحلي والسراج وكذلك أمير الحرس الرئاسي نجم الناكوع تعرض لإطلاق نار كثيف أثناء مرورهم في الطريق السريع من قبل المجموعة المسلحة المتمركزة في القصور وأضاف أن ذلك أدى إلى إصابة إثنين من الحرس بجروح مشيرا إلى اجتماع طارئ يجمع السويحلي والسراج والناكوع الآن في طرابلس وتشهد ليبيا الغارقة في الفوضى نزاعات مسلحة منذ سقوط نظام العقيد القذافي 2011 وتتنازع على السلطة في البلاد بشكل خاص حكومتانهما حكومة الوفاق الوطني التي تحظى بدعم دولي ومقرها طرابلس وحكومة أخرى موازية تسيطر على الشرق الليبي ويؤيدها البرلمان المنتخب ومقرها في طبرق وتعمل أطراف إقليمية ودولية على إيجاد حلول ناجعة للأزمة السياسية في ليبيا والتي تعاني من قسام مستمر منذ انطلاق ما سمي بعملية الكرامة في الخامس عشر من مايو 2014 في ليبيا ويقود هذه العملية اللواء المتقاعد خليفة حيفتر وعززها دعم مجلس النواب وحكومة وزير الدفاع السابق عبدالله الثني الذي يرفض التسليم لحكومة السراج المدعومة من المجتمع الدولي أعلن المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية القابونية المعارض جانبينغ عن رفضه المشاركة في الحوار السياسي الذي دعا إليه رئيس البلاد علي بونغو عنديمبا وقال جانبينغ في بيان صادر عنه إنه ليس مستعدا للحوار مع نظام وصفه بالمحتال دعيا أنصره للاستعداد للدفاع عن ما سماه الفوز الذي قال إنه حقق خلال الانتخابات الماضية التفاصيل في هذا التقرير المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية القابونية جانبينغ يؤكد في بيان صادر عنه رفضه المشاركة في الحوار السياسي المرتقب في القابون والذي دعا إليه رئيس البلاد علي بونغو عنديمبا وقال بينغ في البيان الصادر عنه إنه غير مستعد للنقاش مع نظام وصفه بالمحتال داعيا مناصره إلى الاستعداد للدفاع عن ما وصفه الفوز المسروق من طرف بونغو وكان علي بونغو عنديمبا قد أعلن في خطاب ألقاه بمناسبة العام الجديد عن السعي إلى إطلاق حوار سياسي تشارك فيه مختلف الأطراف ويناقش جميع المواضيع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد بما في ذلك النظام الانتخابي ومأموريات الرئيس المفتوحة في الدستور الحالي والمحددة فترة كل منها بسبع سنوات وقد أعلن قبل أيام بالعاصمة لبروفيل عن بدء أعمال لجنة مشتركة مكلفة بالتحضير للحوار السياسي يتولى الإشراف عليها الوزير الأول في حكومة علي بونغو وقد أعلنت اللجنة لدى افتتاح أعمالها قبل أيام والتي شارك فيها ممثلون عن أربعين حزبا سياسيا عن سعيها إلى أن يشمل الحوار مختلف المواضيع السياسية والاقتصادية والاجتماعية سبيلا إلى إنهاء التجاذب الحاصل بين الموالات والمعارضة في البلاد وتشهد القابون منذ أشهر تجاذبا بين الموالات والمعارضة إذر الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة والتي فاز فيها الرئيس بونغو لمأمورية ذانية وهو ما رفضه منافسه بينغ واعتبر النتائج غير شفافة وأعلن نفسه في أكثر من مناسبة رئيسا للبلاد باب الناشطين على وسائل التواصل وبعض المواطنين وقفة أمام مقر المجموعة الحضرية بالعاصمة نوكشوط احتجاجا على انتشار القمامة في العاصمة وقال المحتاجون أن الميزانية السنوية للمجموعة الحضرية تم رفعها من 2 مليار إلى 9 مليارات يتم توزيعها على مؤسسات وشركات مختصة في النظافة خدمتها سيئة نتابع مظاهرة أمام المجموعة الحضرية ضد انتشار القمامة في العاصمة نوكشوط والتي أصبحت تهدد صحة المواطنين بحسب المحتجين لافتات رفعها النشطاء تذكر مجموعة نوكشوط الحضرية بالشعارات التي رفعت خلال الحملة الانتخابية متهمين المجموعة بالفشل في تنظيف العاصمة بعد تحول أحيائها إلى مكبات توزع الروائح الكريهة في كل اتجاه أحد مسؤول المجموعة الحضرية خرج إلى المحتجين متحدثا عن عدم مسؤولية المجموعة عن تضيف العاصمة بشكل مباشر بعد تعاقدها مع مجموعة شركات وطنية حوار ساخن أفضاء إلى اختيار مجموعة من المتظاهرين للقاء رئيسة المجموعة الحضرية وطرح أزمة النظافة على مكتبها شيء من الشباب الذين يزايرون على شيء من اللوضاع الذين يعادت المزرية الحقيقة ما تأتي تقول صبر يقول لله كلها يمشي يترشح على حسابنا ويوكر فضتنا ويقعدوا يقولون أننا ما ترى يعنيني كل مجموعة الحضرية جاءنا اليوم والناسبوع نحن معدلين حملتنا دول الشباب يجيون الناس طوعة ويجي تعرف عن قماماتهم ضيئة عن الناس كاملة وشايبها لها الأمراض وشايبها لها القضارات وشايبها لها القضارات وشايبها ما هو درجة إنك عدتني أنتو خلقا عن ما خلص فاري كافتر قعمت قد توققا عن كوطر وكانت مجموعات شبابية قد نشطت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية للتنديد بانتشار القمامة في شوارع العاصمة واكشوت واختار النشطاء التقاط سيلفي بجانب القمامة ونشره على صفحاتهم على الفيسبوك للتعبير عن الاحتجاج على انتشار مكبات القمامة كما دشن النشطاء عدة صفحات على الفيسبوك للتوعية بأهمية التحرك لمواجهة انتشار القمامة وما يخلفه من أضران صحية على المواطنين وكانت مجموعة نوكشوت الحضرية قد أعلنت نهاية العام الماضي عن إحالة ملف نظافة العاصمة إلى مجموعة شركات محلية بعد إلغاء العقد مع شركة بيزورنو الفرنسية غير أن مواطنين يتهمون هذه الشركات بالفشل في تنظيف العاصمة كما وجهت انتقادات إلى طريقة اختيار هذه الشركات والمعايير التي اعتمدت في ذلك بالنظر إلى عجزها عن القيام بمهمة نظافة العاصمة حتى الآن دعا فاعلون ومنتسبون لقطاع الصناعة التقليدية خلال مؤتمر صحفي عقدوه بالعاصمة وكشوت سلطات الموريتانية إلى الشروع الفوري في انتشار القطاع من خلال مراجعة مدونة الصناعة التقليدية وتوجيه الدعم المادي والمعنوي لقطاع الصناعة التقليدية والحرف وطلب الفاعلون بتجديد هياكل وهيئات الغربة الوطنية لصناعة التقليدية ومحاسبة مختلص للمال العام المخصص للكطاع كما انتقدوا الواقع الذي تعيشه هذه الصناعة والعاملون بها نقال المعارض اللي احنا نركزوا عليه ونقسوه ونجيبه ونفضل قاطعنا عنا ما عندنا فيه اعتبار يسوشهم وكيف قال سيد الرئيس اللي كان يا الله يخلق يعودهم تشاوروا مع الغرفة هذا ما يخلق يمشي الله حد عنده وساطة حق الصناعة التقليدية ما يقدر يشبه مقاطعاً وهذا انا ما عرفت قضية الصناعة التقليدية شنا أنا ظهر ان الموريتانيين قاع ما نعرف كيف نقلق؟ من قلق نقول ان الموريتانيين ما رأت دور جميل للصانع التقليدي من للصانع التقليدي في زمن لو ما كان قد ينا cohort في الخيمة ما هو لين يوقع للصانع التقليدي ياوا więks جينا نملي لهذا العصر عندنا اللي يعاونناه وكانت الدولة قدت استفاد من صانع التقليدي هذا المعرض الوطني اللي كانوا عدلوا عاد تخري فيه معارض واجتمعت في الصناعة التغريديين الدولة لا يتحلل في زمرتها ولا يتجبر منه ياسم النتائج يا غير والقطاع الصناعة التغريدية لا مهمة شتوف أعلن في العاصمة نوكشوط عن انطلاق المؤتمر الأول لمنظمة البصريات الموريتانية وعبر القائمون على المنظمة عن سعيهم إلى تكوين العاملين بهذا القطاع والقيام بحملات توعية لإجراء الفحصات الطبية مبكرا توقيا للعلاج كما أكدوا على السعي للتحسيس بتوقيع الجودة واختيار العدسات الطبية وسنلعب دورا بارزا من أجل تكوين الشباب الراغبين في العمل داخل هذا القطاع كنظاراتيين لنساهم في تشغيل اليد العاملة وفي إطار توعية المواطنين في مجال صحتهم سنقوم بحملات توعية لحث المواطنين على إجراء الفحصات الطبية مبكرا مراعاة للمثل القائل الوقاية خير من العلاج كما سنحث جميع النظاراتين في مجال عملهم على توخي الجودة واختيار العدسات الصحية ومن بين الأهداف كذلك سنقوم بتنمية قدرات الفاعلين وخلق روح التعاون بين أطباء العيون والنظارات ينمج المساعدة المواطن وخدمته وسنعمل على إرسال بعثات لتوزيع النظارات على غير القادرين على شرائها بمساعدة من المستشفيات الجهوية نهاية نشرة أخبار سادسة من قراءة المرابطون وقد تابعتم فيها خبراء أمميون يبحثون تشريعات موريتانيا في مجال محاربة الفساد ومدى انسجامها مع استراتيجية الأمم المتحدة منتقى طلابي يبحث في نواكشوت تعزيز ثقافة الحوار والسلم الاجتماعي بمشاركة مئات الطلاب في التعليم العالي المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية القابونية جامبينغ يعلن رفضه المشاركة في حوار علي بونغو يمكنكم مشاهدين الكرام متابعة هذه النسرة وغيرها من نسراتي وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك اللاهرة على الشاشة السادسة والنصف تتابعنا حلقة هذا المساء من برنامج المشهد وتناقش موضوع وواقع التحديات وتحديات الصناعة التقليدية في موريتانيا التأسير عن نصرات مخبارية مفصلة بحول الله شكرا لحسن المتابعة السلام عليكم اشتركوا في القناة